اشتركوا في القناة ولم أعلم أن زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة فالحمد لله لأن قصدت الحلال وزواجي كان أمام الله وعباده ولم أنوقت نية الشهرة أو الإساءة للنساء أو أي طرف وأضاف أما التعليق السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي والكلام على أنني شخص غني ولهذا تم قبول الزوجتين بالزواج به لأنني لا أملك سكن خاص به أو عقار أو غيره مثلي مثل جميع الفئة البسيطة فالغني غني والنفس والهمة ومن قال أن والدتي هي من زوجتني فهو مختأ لأنني مؤخرا فقدت والدايا لذاني لا طالما تمنيت أن يحذر عرسي فأمي توفت وهي توصي بزواجي تزوج يا رشيد تزوج يا رشيد والحمد لله كنت بارا بوالداي ربي ارحمهما ويسكنهما الفردوس الأعلى أشكر جميع التعليق المساندة والله يهدي جميع مرضى القلوب فالحلال أصبح عجيب والحرام أصبح عادي والله أعلى وأعلم بما في القلوب أني قصدت الحلال والرزق من الزواج ترجمة نانسي قنقر